السلام عليكم أعزائي المشاهدين اليوم بداية موسم السريات و ستستمر معنا حتى السابع والعشرون من مايو تتميز هذه الفترة بالعواصف الترابية و أيضا تكون السحف الركابنية المحلية السريعة تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي على مدينة الكويت أجواء صافية مع رياح شمالية غربية تسرعتها 13 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 34 درجة مئوية رطوبة نسبية متدنية نوعا ما 9% رؤية الفغية جيدة تزيد عن 10 كيلو صورة الأمار الصناعية توضح السمى صافية وخالية من السحب نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي ضعيف على المملكة العربية السعودية و أيضا دولة الكويت ستتحول إلى منخفض جوي ستستمر معنا خلال اليام القليلة القادمة الليلة أجواء معتدلة مع رياح الجنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدد سرعة تتراحي سرعة ما بين 8 إلى 28 كلمة في الساعة درجات الحرارة متوقعة على المناطق الغربية السالمية الشقاية 16 درجة ميوية بالنسبة لمناطق الساحلية ما بين 16 إلى 19 درجة ميوية تستمر الأجواء المعتدلة حتى بداية ساعات صباح الأولى مع استمرار الرياح الجنوبية الغربية خفيفة إلى معتدد سرعة تتحول إلى جنوبية شرقية بتدائم من ساعات صباح الأولى و أيضا درجات الحرارة متوقعة ما بين 33 إلى 28 درجة ميوية باتر الظهر في مساء الغد أجواء معتدلة مع رياح جنوبية شرقية تتراع سرعتها من 10 إلى 30 كم درجات الحرارة متوقعة في مساء الغد من مساء الغد إلى 22 درجة ميوية مع رياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدد السرعة أجواء قائمة جزئية و درجات الحرارة متوقعة على المناطق الغربية السالمية 20 درجة ميوية الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله خفيفي لو معجد الموج وارتباع الموج من 2 إلى 4 تقدام المدى الأول إن شاء الله في الساعة السابعة و 16 دقيقة مساء المدى الثاني في الساعة العاشرة و 10 دقيقة صباحا الجزر الأول في الساعة الثالثة و 25 دقيقة صباحا بالنسبة لجزر الثاني في الساعة الثالثة و 25 دقيقة مساء المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعدة الآن الفجر في الساعة الثالثة و 59 دقيقة شروع الشمس في الساعة الخامسة و 20 دقيقة بالنسبة لغروب الشمس في الساعة السادسة و 14 دقاي تقصر متوقع خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله تدان من يوم الثلاثاء أجواء حارة نسبيا وغامة جزئيا مع رياح جنوبية الشرقية سرعتها 30 كم في الساعة درس حرارة العظمى 34 درجة معوية بالنسبة للصورة 21 درجة معوية يومين الأربعة والخميس نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة مثيرة الغبار على بعض المناطق المكشوفة أجواء حارة نسبيا والعظمى قد تصل إلى 37 درجة معوية نلاحظ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى يوم الأربعة بالنسبة للصورة 22 درجة معوية استمرار الرياح الجنوبية الشرقية النشطة قد تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة يوم الخميس درجة الحرارة العظمى 32 درجة معوية بالنسبة للصورة واحدة 20 درجة معوية يوم الجمعة فرصة الأمطار متفرغة قد تكون رعدية أحيانا مع رياح الجنوبية الشرقية خفيفة قد تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة درجة الحرارة العظمى المتوقعة 32 درجة معوية بالنسبة للصورة 20 درجة معوية يوم الس dining أجواء حارة نسبيا واعتدال في الطقس مع رياح الجنوبية شرقية سرعتها 30 كم في الساعة درجة حرارة العظمى المتوقعة 30 درجة معوية بالنسبة للصورة 21 درجة معوية جزال مشاهدين اليوم أول يوم لفترة السريات و راح تستمر معانا حتى السابع والعشرون من مايو تعتبر هذه الفترة فترة مميزة بتكون السحب الركامية المحلية السريعة و أيضا لتربل و العواصف الرملية أشكركم على حسن المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول واصم العالم